ستكون هناك مفاجآة رائعة في انتظارنا جميعا لأن حلقة الموسم الجديد من المسلسل تأتي بضجة كبيرة ولهذا تنتظرنا مشاهد متفجرة في حلقة الموسم الجديد من المسلسل لأن الموسم الجديد يعني مواضع جديدة وفي الموسم القادم سنشاهد حب حراء وأرهن كما كان في اليوم الأول لأننا سنرى حراء وأرهن منفصلين مرة أخرى في الموسم الجديد تماما مثل اليوم الأول سيلتقي أرهن مع حراء مرة أخرى عندما ترى حراء أرهن أمامها ستفقد قلبها لا مثل اليوم الأول سيتعين على أرهن أن يبدل جهودا كبيرة لاستعادة حراء لأن حراء ليست امرأة يسهل الفوز بها نظرا لأن حراء امرأة نبيلة وجميلة جدا فلن تستجيب على الفور لأرهن في الحق سوف يحتك أنفى أرهن قليلا أثناء الرقد خلف حراء سيحدث فرقا كبيرا في حلقة موسم المقبل لأن هذا الخبر الذي سأقدمه سوف يذهل الجميع لا تتفاجأون إذا رأيتم طفلا عمره خمس سنوات بجوار حراء لأن حراء حملت بينما كان أرهن في السجن لكن الجميع سيعتقد أنه من المستحيل أن تحمل حراء لأن أرهن في السجن ولكن هناك تفصيل واحد يفتقده الجميع هذه التفاصيل هي حقيقة أن حراء وأرهن كان معا منذ اليوم الأول لزواجهما لأن حراء وأرهن كان معا قبل نهاية الموسم للمسلسل ونتيجة لذلك حملت حراء ولم يكن أحد في ذلك حراء تعرف هذه الحقيقة وفي حلقة الموسم القادم سيعتقد أرهن أن حراء تخونه لأنه خرج من السجن سيتبع الشر عفيف مرة أخرى وستقول إن حراء حملت من شخص آخر لذلك كما سترون سوف تتشكل حياة حراء من البداية لكن لحسن لحظ عندما يخرج أرهن من السجن سيصبح عدوا لحراء مرة أخرى ستظهر الحقيقة إلى النور بفضل عداء أرهن تجاه حراء عفيف ستعاقب عندما تظهر الحقيقة من ناحية أخرى ستقبل أرهن وتحتضن إمنها من حراء ولكن دعونا لا ننسى هذا الاحتمال إذا لم تنجب حراء أولا في الموسم الجديد فإن موضوع المسلسل سيكون فقط عن الفراق فيعتقد أرهن أن حراء خانته ويغضب منها مرة أخرى ولكن عندما تظهر الحقيقة ستجتمع حراء وأرهن مجددا إذا لم يكن هناك تغيير في موعد الموسم الجديد للمسلسل فستبدأ السلسلة يوم الاثنين اثنان سبتمبر لذلك حلقة جيدة جدا تنتظرنا جميعا في الموسم الجديد فهل تعتقدون أنكم تريدون رؤية طفل عمره خمس سنوات بجانب حراء في حلقة الموسم الجديد من المسلسل تأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر